السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصفة الخامسة الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في الفصل الخامس من قصة مغامرات في أعماك البحور يا ترى ما المغامرات التي دخلها عقلة الإصبع وأخته أماني في هذا الفصل هيا بنا لنستكشف سويا ماذا حدث في أحداث الفصل الخامس كلنا نفتح الكتب كده حلوين طبعا سنجد أن عقلة الإصبع وأخته أماني نظر كل منهما من النافذة الزجاجية التي كانت في المدينة التي بنيت تحت سطح البحر ففوجئ بشيء عجيب يخرج من وسط بيوت هذه المدينة ويصحف على قاع البحر واستمر هذا الشكل الغريب وهذا الشيء العجيب أن يصحف حتى ابتعد عن المدينة فصار عقلة الإصبع وأخته وراءه حتى يعرفوا ما هذا وهذا الشيء كان أشبه بحشرة أو خنفساء كبيرة ضخمة ولكنها مصنوعة من المعدن ولها أزره وسيقان وأقدام عديدة وأربع نيون في مقدمة رأسها يصدر منها نور أبيض كوي ينير الطريق أمامها في قاع البحر أخذت أماني طبعا بدأت أماني أنها تنظر وتتعجب ما هذا الشيء وتسأل نفسها ما هذا الهيكل المعدني الضخم الذي يصحف على قاع البحر ولكن أماني لم تجد أي إجابة فقررت أن تسأل أخاها عقلة الإصبع لعله يعرف من كثرة كراءته وتلاوته فهمست في أذنه قائلة بدهشة ما هذا يا ترى ما هذه الخنفساء الضخمة وماذا تفعل هنا يترى إيه هي الخنفساء دي وبتعمل إيه هنا في أعماك البحار صمت عقلة الإصبع قليلا ثم قال أنا أعتقد يا أماني أن هذه الخنفساء المعدنية الضخمة هي إنسان آلي يستعمله أهل المدينة للقيام بأعمال خاصة في قاع البحر انظري ماذا يعمل الإنسان الآلي أو يبقى معنا كده يا أولاد إن الشيء العجيب الذي رأوه عقلة الإصبع وأختيه أماني الشيء الذي كان أشبه من الخنفساء وأشبه بحشرة فهي هو كان الإنسان الآلي يبقى لما يجي يقول لي سؤال ما الشيء العجيب الذي خرج من وسط بيوت المدينة طبعا هنعرف أنه هو الإنسان الآلي طب لو جي قال لي أوصف الإنسان الآلي أو ماذا تعرف عن الإنسان الآلي أو اختر طبعا هيجي يقول لي كده إنه هو أشبه بحشرة أو خنفساء كبيرة ضخمة لكنها مصنوعة من المعدن عشان لو جالي اختر مصنوعة من إيه هنقول من المعدن ولها أزرع وسيقان وأقدام عديدة وأربع عيون في مقدمة رأسها وكان يصدر منها نور أبيض قوي حتى ينير الطريقة أمامها في قاه البحر طيب يا طرى ما زى حدث بعد ذلك نظرت أماني فرأت الإنسان الآلي بالفعل يقف في مكان ما واقف كده في مكان ويمد إحدى أزراه الحديدية القوية ويحفر في قاه البحر خفرة كبيرة ولكنه كان يحفر هذه الخفرة بيسر وسهولة واتسعت الحفرة وظهرت بعض الصناديق المعدنية داخل هذه الخفرة والاستوانات الحديدية وأجهزة أخرى مختلفة الأشكال يبقى لو جالي سؤال وقال لي ما الأشياء التي أخرجها الإنسان الآلي من الخفرة طبعا هنقول الصناديق المعدنية والاستوانات الحديدية وأجهزة أخرى مختلفة الأشكال برافو عليكم وكانت هذه الأشياء يا بنات كلها ثقيلة الوزن بدرجة كبيرة ولكن الإنسان الآلي حملها بين إثنتين من أزراه الحديدية بسهولة ويسر ولم يشعر بأي تعب وأخذ وبدأ يرتبها بدقة شديدة في شبكة متينة يبقى لو جاء اللي سؤال هنا ماذا يعمل الإنسان الآلي في قاع البحر طبعا هنقول أنه كانت هذه الأشياء ثقيلة الوزن فهو كان يحملها بين إثنتين من أزراه الحديدية بسهولة وكان يرتبها بدقة شديدة في شبكة متينة وبينما كان هذا الإنسان الآلي يعمل بقوة ودقة خطرت على بال عقلة الإصبع فكرة فذهب إلى أختي وهمس في أذنها قائلا يقول لها في صوت منخفض لقد خطرت على بالي فكرة وأريد أن أذهب إلى النافذة الزجاجية ربما أستطيع أن أتأكد من هذه الفكرة فهل تبكينا هنا أم تحضرين معي فطبعا هلأ أن أماني ردت عليه بقى البقاء أنها أرادت أن تبقى في مكانها فقالت له أريد أن أبقى هنا لأشاهد ما يفعله هذا الإنسان الآلي العجيب يبقى لماذا فضلت أماني أن تبقى في مكانها حتى تشاهد ما يفعله الإنسان الآلي العجيب فذهب أنت وأنا في انتظارك حتى ترجع بالسلامة إن شاء الله طبعا يا أولاد يا ترى إيه هي الفكرة العقلة الإزبع أو ما الفكرة التي خطرت على بال عقلة الإزبع ولماذا طبعا الفكرة اللي خطرت على باله هو إنه يذهب إلى النافذة الزجاجية يا ترى هو دا اللي هنعرفه دلوقتي معنا ذهب بفعل عقلة الإزبع إلى المدينة ونظر من النافذة الزجاجية وبدأ ينظر إلى ما يحدث في الداخل فرأى رجلا ينظر في جهاز تلفزيون ودهش عقلة الإزبع عندما رأى على شاشة التلفزيون إيه يا بنات دا كمان وجد على شاشة التلفزيون صورة الإنسان الآلي وهو يعمل بدقة ومهارة ثم رأى عقلة الإزبع الرجل ينظر في خريطة إلى جواره ثم يدوس على أزرار في جهاز آخر فيعطي إشارات مختلفة يبقى لو جالي سؤال هنا وقال لي لماذا دهش عقلة الإزبع عندما نظر في جهاز التلفزيون هنقول ضهشة لأنه رأى على شاشة التلفزيون صورة الإنسان الآلي وهو يعمل ثم رأى أيضا الرجل ينظر في خريطة إلى جواره ثم يدوس على أزرار في جهاز آخر فيبدأ يعطي إشارات مختلفة للإنسان الآلي حتى يتحرك وازددت دهشة عقلة الإزبع عندما رأى الإنسان الآلي يتجه إلى مكان جديد يعني طبعا بعد أن تلقى الإشارات التي أرسلها الرجل داخل النافذة الزجاجية فبدأ يتحرك الإنسان الآلي ويذهب إلى مكان آخر ويحفر حفرة أخرى يستخرج منها صندوقا كبيرا يحمله ويضعه في الشبكة المتينة وبالفعل قال طبعا عقلة الإزبع لقد صحت فكرتي وتأكدت منها آه يبقى معنى كده أنه كان بيفكر أن هناك إشارات الإنسان الآلي وبالفعل عندما ذهب إلى النافذة الزجاجية وجد أن هناك رجل وبجواره خريطة وأنه يرسل إشارات على أزرار من جهاز آخر حتى يعطي إشارات للإنسان الآلي وينفذ ما يريده الرجل إن الرجل الذي في المدينة يرى على شاشة التلفزيون ما يفعله الإنسان الآلي ثم يرسل توجيهاته وتعليماته بجهاز الإشارات والإنسان الآلي ينفذ ما يتلقاهم من تعليمات ولكن هناك شيء طريف حدث ما هو الشيء الطريف الطيب الحسن هو أن عقلة الإسبع رأى أخته على شاشة التلفزيون أيضا وهي تشاهد ما يفعله الإنسان الآلي ولكن يبدو أن الرجل الذي في المدينة لم يلاحظ وجود أماني طب يا ترى ليه لماذا رأى الإنسان الآلي ولم يأخذ باله من وجود أماني أو لأن أماني في حجم عقلة الإسبع وهذا الرجل لم يتخيل أبدا أن هناك إنسانا في حجم عقلة الإسبع فرجع عقلة الإسبع إلى أخته وقال لها لقد صح ظني وتأكدت من الفكرة التي خطرت على بالي ووجدت فعلا أن الناس الذين في المدينة يراكبون الإنسان الآلي على شاشة التلفزيون ويرسلون إليه التعليمات فينفذها بدقة استمعت أماني إلى هذا الكلام وفكرت فيه قليلا ثم قالت لأخيها ولكن يا أخي يا عقلة الإسبع لماذا يرسل الناس الذين في المدينة هذا الإنسان الآلي ليقوم بهذا العمل لماذا لا يقومون به بأنفسهم قال عقلة الإسبع إن الإنسان الآلي يا أماني يقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان العادي أن يقوم بها طب إزاي تعالوا نشوف كده ما الأعمال التي يمكن أن يصنعها الإنسان الآلي ولم يستطيع أن يفعلها الإنسان العادي مثلا لقد رأيتي كيف حفر الحفرة الكبيرة في قاع البحر بسرعة وسهولة لا يقدر على نسلها الإنسان العادي يعني فعلا طبعا الإنسان العالي الإنسان الآلي بيحفر حفرة كبيرة في قاع البحر ولكنه يحفرها بسرعة وبقوة وبسهولة الإنسان العادي لا يستطيع فعلها بهذا الوقت ورأيتي كيف يحمل الصناديق الثقيلة والأجهزة والاستوانات الضخمة التي لا يقدر الإنسان على حملها والإنسان الآلي كذلك يستطيع أن يستمر في العمل مهما طالت المدة من غير أن يتعب وهو أيضا يقوم بالعمل بدقة ومهارة وإتقان مهما كان العمل صعبا والأجهزة الحديثة من أهم مميزتها الدقة الشديدة والإتقان التام ويستطيع أيضا الإنسان الآلي يا بنات أنه هو يعمل في ظروف صعبة لا يقدر عليها الإنسان العادي فمثلا الإنسان الآلي يستطيع أن يدخل يده المعدنية في الأسران المشتعلة طبعا لا يمكن هذا ولا يمكن للإنسان العادي فالعيزة ويستطيع أيضا الإنسان الآلي أن يعمل كما رأينا في قاع البحر حيث يكون الجو شديد البرودة ولا يخاف الأسماك المتوحشة ليه لأنها لا تستطيع أن تؤثر فيه لأنه مصنوع من المعدن ولكن الإنسان العادي فيخشى الأسماك حتى لا تلتهم ولا تأكله قالت أماني بدهشة هل معنى هذا هل معنى هذا أن الإنسان الآلي أفضل من الإنسان البشري قال عكلة الإصبع بسرعة طبعا لا يا أماني طيب ليه رغم كل الأعمال اللي الإنسان الآلي بيقوم بها يا بنات ولكنه ليس أفضل من الإنسان العادي ليه طبعا زي ما أسامة قال لنا كده لأن الإنسان البشري اللي هو الإنسان العادي أعطاه الله العقل والعلم أعطاه الله العقل والعلم فده طبعا أفضل بكثير من الإنسان الآلي لأن مهما كان الإنسان الآلي بيصنع أعمال لا يستطيع أن يفعلها الإنسان البشري إلا أنه مجرد آلة يتحكم فيها الإنسان البشري طبعا بعلمه وعقله وده نعمة من نعم الله علينا إنه أنعم علينا بنعمة العقل والعلم وبهذا صنع الإنسان الآلي بعقله وأعطاه التعليمات والأوامر التي يطلب منه تنفيذها فهذا الإنسان الآلي ليس إلا آلة صنعها الإنسان لتساعده في القيام بأعمال خاصة حسب برنامج معين وضعه له الإنسان قالت أماني عظيم يا عقلة الإسبع إن العلم يصنع أشياء تشبه المعجزات وهو نافع ومفيد وخير وبركة عندما يستخدمه الإنسان لتعمير الأرض وإزدهار الصناع وعلاج الأمراض وحل مشكلات الناس وتقدم البشرية وسعادة الناس في كل مكان لا في الحروب والقتال والتخريب والتدمير يبقى فعلا لما يجي يقول لي متى يكون العلم مفيدا نافعا هنقول العلم يكون نافعا عندما يستخدمه الإنسان لتعمير الدنيا وإزدهار الصناعة علاج الأمراض حل مشكلات الناس تقدم البشرية سعادة الناس في كل مكان لا في الحروب والقتال والتخريب طب ممكن يقول لي متى يكون العلم غير نافعا طبعا هنقول عندما يستخدمه الإنسان في الحروب والقتال والتخريب والتدمير انتهى الإنسان الآلي من عمله وحمل الشبكة المتينة الثقيلة بكل ما فيها من صندوق وأجهزة واتجه إلى داخل المدينة وسط البيوت البحرية وظهر خلف بيت مربع كبير له قبة مستديرة ناخد مننا أن البيت ده كان مربع الشكل أشان لو جالي اختر ولا حاجة وأسرع عقلة الإصبع وأخته وراءه وظهر خلف هذا البيت المربع لكنهما لم يجد الإنسان الآلي فجأة الإنسان الآلي اختفى تماما من أمامهما فأخذ يبحثان عنه في كل مكان من غير فائدة لقد اختفى الإنسان الآلي وكأن قاع البحر قد انشق وابتنعهم تعالي يا أماني ننظر من النافذة الزجاجية حيث يراكبون الإنسان الآلي على شاشات التلفزيون زي ما احنا عرفنا كده يا بنات أنهم طبعا بيبقوا شايفينه متتبعين خطوات الإنسان الآلي من خلال جهاز التلفزيون ففعلا عندما لم يجدوا الإنسان الآلي فاقترح عقلة الإصبع على أخته أن يذهب إلى شاشة التلفزيون حتى يعرفون أين يكون الإنسان الآلي قالت أماني فكرة مدهشة يا عقلة الإصبع يا أبا الأفكار ذهب عقلة الإصبع وأخته إلى النافذة الزجاجية ونظر إلى شاشة التلفزيون فشاهد الإنسان الآلي يدخل أحد بيوت المدينة من فتحة خاصة تسمح له بالدخول من غير أن يدخل معه شيء من ماء البحر يبقى ما الفكرة التي خطرت على بال عقلة الإصبع ليعرف أين ذهب الإنسان الآلي إنه يذهب إلى النافذة الزجاجية وينظر إلى شاشة التلفزيون حتى يشاهد أين يوجد الإنسان الآلي ونظر إلى التلفزيون ووجد تلفزيون آخر كبير له شاشة ضخمة فوجد مكتوبا عليها التجربة الخامسة لتوليد الكهرباء بطريقة جديدة نستعمل فيها المياه الدافئة عند سطح البحر والمياه الباردة في أعماق البحر نخد منا حلوين إن دي كانت التجربة الخامسة وشاهد عالما كبيرا ومعه ثلاثة من مساعديه يقول لهم أنتم تعرفون أهمية الكهرباء في حياتنا لإنارة البيوت والشوارع وإدارة المصانع وغير هذا وطبعا إحنا كلنا يا بناتي حلوين عارفين إيه أهمية الكهرباء لأننا درسناها من قبل وعرفنا أن الكهرباء مهمة في المنزل في الشارع في المستشفيات في المصانع في الشركات في كل شيء فطبعا نجد أن هذا العالم قال لمساعدين الثلاثة طبعا أهمية الكهرباء وقال لهم إنكم تعرفون إننا نستطيع أن نولد الكهرباء بطرق كثيرة منها أول نوع ممكن أن نولد من خلاله الكهرباء هو استخدام المراوح الهوائية الكبيرة يبقى أول طريقة نستطيع من خلالها أن نحصل على توليد الكهرباء هو استخدام المراوح الهوائية الكبيرة التي يحركها الهواء فينتج عن هذه الحركة كهرباء تاني طريقة استغلال الشلالات ومساقة المياه فعندما يسقط الماء من مكان عالي إلى مكان منخفض يحرك آلة كالمروحة وهذه الحركة ينتج عنها الكهرباء يبقى فعلا يا أولاد إحنا هنا بنقول الشلالات ممكن نحن نولد من خلالها الكهرباء ليه؟ لأن المية لما بتيجي كده أو بتنزل من مكان عالي إلى مكان منخفض فده من العلوة بتاع المية أو اندفاع المية من مكان عالي إلى مكان منخفض ده بيعمل حركة قوية جدا بيحرك من خلالها آلة كالمروحة الحركة دي ولما تحريك الآلة ده بيحدث بينتج عنه توليد كهرباء ثم ظهر على شاشة التلفزيون شكل جهاز ضخم يمتد من سطح الماء حتى أعماق البحر ووقف إلى جواره العالم الكبير يقول الماء الدافئ يدخل إلى الجهاز من أعلى عند سطح البحر وناخد بلنا قوي عشان الجزء دي بيبقى فيها إختار كتير يبقى الماء الدافئ يا بنات بيدخل إلى الجهاز من أعلى بيكون عند سطح البحر والماء البارد هو اللي بيدخل إلى الجهاز من أسفل يبقى الماء الدافئ من أعلى والماء البارد من أسفل عند قاع البحر لأن احنا قالين إن الجهاز ده من أول سطح البحر ونازل لحد أعماق البحر ونستفيد من الفرق في درجات الحرارة بين الماء البارد والماء الدافئ لنقوم بإدارة محرك يولد الكهرباء يبقى اختلاف درجات الحرارة بين البارد وبين الساخن أو بين الدافئ فطبعا ده بينتج عنه توليد الكهرباء يبقى لو جاء لي سؤال استطاع الإنسان أن يولد الكهرباء بطرق كثيرة أذكر إثنتين منها طبعا إحنا هنذكر ثلاثة لو أنا جيت قلت أول طريقة اللي هو استخدام المراوح الهوائية اتنين استغلال الشلالات ومساقط المياه ثلاثة طبعا اللي هو الأخيرة اللي هو عن طريق الماء الدافئ يدخل إلى الجهاز من أعلى عند سطح البحر والماء البارد يدخل إلى الجهاز من أسفل عند قاع البحر وهذه الحركة واختلاف درجات الحرارة ينتج عنها توليد الكهرباء وسكت العالم الكبير فقال واحد من مساعدي وهذه الكهرباء طاقة نظيفة لا تلوث البيئة كالبترول وهي طاقة متوفرة بسهولة لأن البحار موجودة في كل مكان أمام كل الناس والدول هو فعلا الطاقة الكهربائية دي اللي احنا بنولد الكهرباء منها دي طاقة نظيفة طيب ليه نظيفة ولا تلوث البيئة زي البترول والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الباقية قال لك لأن طبعا هنا الطاقة دي متوفرة عندنا بسهولة جدا لأن احنا بنولدها أو بنأخذها من البحار ومن اختلاف درجات المياه وفعلا احنا عندنا البحار على طول موجودة في كل مكان وأمام كل الناس وأمام كل الدول فبالتالي تكون موجودة بوفرة وبقطرة قال العالم الكبير واليوم سنقوم إن شاء الله بتكرار التجربة للمرة الخامسة لعلنا نصل إلى النتيجة الطيبة التي نرجوها طبعا نرجوها معناها نطلبها وفجأة اضطربت المياه اضطرابا شديدا فخاف عقلة الإصبع أن تضيع منه أخته وسط الماء كما حدث من قبل فأمسك هدها بسرعة وهو يقول يجب أن يتعلم الإنسان من تجاربه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وبعد قليل طوحتهم المياه إلى مكان بعيد يبقى لو جالي سؤال يقول لي لماذا أمسك عقلة الإصبع يد أخته عندما اضطربت المياه هنقول إيه؟ هنقول له إنه طبعا أمسك يدها حتى إيه؟ حتى لا يلدغ المؤمن يعني لأن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ليه؟ لأنها اتهت منه من قبل زي ما احنا اتكلمنا كده في أحداث الفصل الرابع وفي أحداث الفصل الثالث وطبعا إيه؟ بدأ إنه وده نتعلم منهم حاجة إن لازم الإنسان يتعلم من خطأ يا بنات كل إنسان بيغلط لازم إن احنا نتعلم من الخطأ ده ما ينفعش إن أنا أخطأ مرة ويجي أقرر نفس الخطأ تاني لا وفعلا عقلة الإصبع عمل كده وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني ما ينفعش إن احنا نغلط الغلطة مرتين فخلاص هي فقد أو عقلة الإصبع فقد أخته من قبل فتعلم من هذا الدرس وأمسك يد أختي إيه؟ طبعا بسرعة حتى لا تضيع منه مرة أخرى وذهبوا إلى مكان بعيد بعد أن هدأت المياه وجد عقلة الإصبع وأخته أنهما في مكان آخر بعيدا عن المدينة المبنية تحت سطح البحر بعدوا تماما عن المدينة وعن الإنسان الآلي وعن كل ده وبعد فترة من الزمن شاهد أحد الغواصين يرتدي ملابس غريبة ويعمل في صايد الإسفنج يبقى الغواص ده كان بيعمل إيه يا بنات عشان لو جالي في إختر كان يعمل في صايد الإسفنج طيب يطر الغواص ده كان بيرتدي إيه؟ نركز بقى في الجزئية دي كان هذا الغواص يرتدي ملابس كاملة من المطاط كل اللبس بتاعه كان من المطاط لها رأس حديدي به نافذة زجاجية زي ما احنا شايفين كده في الصورة إنها ليها رأس حديدي والرأس الحديدي دي فيها نافذة زجاجية ينظر منها فيرها ما حوله تحت سطح الماء وتخرج من هذا الرأس الحديدي أنبوبة من المطاط أيضا بس الأنبوبة دي يا ولد إيه بتمتد إلى ما فوق سطح الماء يعني من أول الغواص لحد بتطلع فوق لحد سطح الماء وتخرج من هذا الرأس الحديدي أنبوبة من المطاط تمتد إلى ما فوق سطح الماء ليه يا ترى ليه بتوصل لحد فوق لتوصل الهواء إلى الغواص يبقى ما فائدة أنبوبة المطاط الذي طبعا يحملها الغواص هنقول حتى توصل الهواء إلى الغواص ويستطيع التنفس وفي يده خطاف له ثلاثة فروعة يبقى كمان حامل خطاف الخطاف ده يا أولاد قال كده بيصطاد بها الإسفنج فهو كان في يده خطاف له ثلاثة فروعة يعمل زي الشوكة كده ينتزع به الإسفنج من قاه البحر ويضع إلى جواره في كيس كبير يبقى هو ماذا يعمل سياد الإسفنج طبعا بيصطاد الإسفنج بالخطاف بتاعه من قاع البحر ويضع في كيس كبير ظل عقلة الإسفنج وأخته يتفرجان على هذا المنظر الظريف والطريف بعض الوقت ثم اقتربت أماني من كتعة إسفنج كبيرة في قاع البحر ومدت يدها تتحسسها بدأت تقترب كده من جزء من الإسفنج وطبعا تتحسسه يعني تتعرف عليه كده وتلمسه وفجأة نزل فوقها خطاف الغواص طبعا الخطاف نزل وإيه أخذ أماني مع الإسفنج صاحة وكلة الإسفنج عندما وجد هذا وظل يحذرها ولكن الغواصة انتزع قطعة الإسفنج ومعها أماني طبعا هو خيد الإسفنج ومعه أماني وضعهم في كيس الإسفنج وكان الكيس قد امتلأ فأعطى الغواصة إشارة بحبل في يدي فأخذها الكيس يرتفع بدأ الكيس إن هو يرتفع لأعلى لإن يا أولاد الغواص بعد أن يصطاد الإسفنج بالخطاف بتاعه ويضعوا في كيس الإسفنج أول ما الكيس ده بيمتلق بيبدأ كده بيبقى فيه حبل كده هو مسكه بيبدأ يحركوا عشان يدي إشارة للغواصين فوق سطح البحف فيبدأوا أن هم يحملوا الكيس ده ويرفعهم وبالفعل هذا حدث وبدأ الكيس يرتفع حتى اختفى عن الأنظار حاول عقلة الإسبع أن يتفاهم مع الغواص ويخبره أن أماني قد ذهبت في كيس الإسفنج وذهب عليه واقترب منه حتى يقول له أن أماني هناك ولكن يظهر أن صوت وقلة الإسبع لم يصل إلى أذني الغواص عمال يكلمه بس هو مش سمعه ليه؟ لأنه طبعا بيرتدي إيه رأس حديدي وطبعا زي ما احنا قلنا كده على ملابس الغواص يبقى ماذا حدث لأماني عندما اقتربت من كتعة الإسفنج طبعا هنقول أن هو إيه انتزع الغواص كتعة الإسفنج ومعها أماني لماذا لم يستطع أسامة تفاهم مع الغواص هنقول له أنه طبعا إيه لم يصل إلى صوته لم يصل إلى أذني الغواص داخل الرأس الحديدي العجيب الذي يلبسه لم يجد عقلة الإسبع فائدة من محاولة الكلام مع الغواص عمال يكلمه هو مستمع ولا شايفه طبعا لأنه في حجم عقلة الإسبع ففكر في أن يصعد إلى سطح الماء قال بس أنا لازم أطلع لسطح الماء وأصعد إلى سطح الماء حتى أبحث عن أختي أماني ويبحث عنها في كيس الإسفنج الذي صعد إلى سطح البحر فبدأ يتسلق أنبوبة المطط بدأ بقى يطلع كده على سطح البحر عن طريق أن هو تسلق أنبوبة المطط التي تخرج من الرأس الحديدي الذي كان يرتديها الغواص حتى وصل بالفعل إلى سطح البحر فوجد زورقا صغيرا فيه بعض الرجال طبعا الزورق ده ده زي مركب كده وفيه بعض الرجال وفيهم أكوام الإسفنج أو أكياس الإسفنج فبدأ يبحث عن أخته ويناديها في هذه الأكياس ولكنه لم يجدها ولم يسمع أي رد فقال في نفسه ربما تكون قد تخلصت من الكيس ممكن تكون أميني تخلصت من كيس الإسفنج وعادت إلى البحر إذن سأعود لأبحث عنها في القاع وعندما استعد ليقفز إلى الماء لما استعد بقى عشان ينزل إلى قاع الماء مرة أخرى رأى أميني تصعد على أنبوبة المطط فذهب إليها وفرح فرحا شديدا وغاصة معا في مياه البحر مرة ثانية وكان في انتظارهما منظر عجيب يا ترى إيه هو المنظر العجيب ده هو ده اللي هنعرفه يا بنات إن شاء الله في أحداث الفصل السادس ويا رب نكون يعني تكونوا فهمتوا الفصل ويكون سهل بالنسبة لكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته